متشابكة والطريق إلى فتحها شائك وملغم تلك هي عقدة التحالفات السياسية الجمود ما يزال يخيم على مفاوضات حلحالتها حلحالة ستجمع التحالف الثلاثي على طاولة المباحثات في المنظور القريب بشأنها بعد اتصال هاتفي دار بين سيد الصدر وبرزاني لتدارس ما طفى على المشهد السياسي من مستجدات مضي أربعة شهر وإلى الآن لم تشكل حكومة ولم يختار رئيس زراء ولا رئيس جمهورية هذه كارثة سقف المطالب العالية خصوصا البيت الشيعي يعني اليوم مطالب الإطار لم يتزحزح عن نقطة واحدة كذلك إصرار السيد مختدى على حكومة أغلبية جعلت من الأمور متوقفة معطيات المشهد السياسي الحالي بأرقامه لا ترجح كفة الأغلبية الوطنية أو حتى الإطار في الوصول للعطبة النيابية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية عتابة قد تدفع المفاوضات وفق رؤان تحليلية باتجاه تقارب بين التحالف الثلاثي وبعض قوى الإطار لتجاوز حاجز الثلث المعطل الأغلبية الوطنية يكسبون الأخوة في الانتحاد الوطني وحل المشكلة ما بين السيد مسعود البرزاني يعني بين الاكتو والبارتي لأن السبعة عشر مقعد تخدم ثم المستقلين ثم جزء من الإطار حتى يستطيع يذهبون بأغلبية رياحية 220 نائب لحضور الجلسة ما يلوح في الأفق يؤشر نحو ذوبان لجليد الجمود السياسي كما تشيب صلة الأحداث بعد مبادرة الإطار واستماع التحالف الثلاثي بحسب مراقبين لإنهاء حالة التشضي والانشطار التي ما تزال الكتل لم تتعدى دائرتها رغم مرور أربعة ياشهر على إجراء الانتخابات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر